بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة وأخبار جديدة هتكون معانا إن شاء الله هتعرفوها من خلال حلقتنا النهاردة حلقة الأشبال في البداية الأهلي يفوز على الزمالك 2-0 اعتباريا بعد انسحاب الزمالك النهاردة كانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اللي كان محدد لها النهاردة الثلاثاء الساعة السبعة مساء وإحنا بنتكلم الساعة 8 دلوقتي خلاص ما بقاش فيه مباراة بعد تلقي النادي الأهلي خطاب أفل الموضوع مبارح بالأمس بارح شفنا بيانات كتير رايحة جاية لكن الموضوع اتقفل بعد تلقي النادي الأهلي خطاب من ربطة الأندية المصرية المحترفة بيفيد بفوز النادي الأهلي 2-0 بعد انسحاب نادي الزمالك وبالمناسبة هو ده الجواب اللي بينص على فوز النادي الأهلي زي ما احنا شايفين هنا إلى النادي الأهلي للرياضة البدنية تحية طيبة وبعد يصرنا نهدي السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة إلى آخره بناء على كتاب نادي الزمالك الورد إلىنا بشأن اعتذار وعن أداء مباراة الأهلي والزمالك المقاررة قمتها اليوم السلساء يرجى التكرم بالحطب أنه تكرر عدم إقامة المباراة والتي كان مقاررة قمتها في الأسبوع السابع والعشرين مساقط دور العام يوم السلساء الموقف 25-6-20-24 على السادة الكرم السابعة مساء وذلك لاعتذار نادي الزمالك عن أداء المباراة مع اعتبار فوز الناديكم بالمباراة بنتيجة 2-0 هو ده الخطاب اللي أفل الموضوع واعتبار النادي الأهلي فإذا بالمباراة 2-0 فوز مهم جدا بالرغم النادي الأهلي ملعبش وإن شاء الله لو كانت المباراة قيمت كان النادي الأهلي بإذن الله جاهزية اللعيبة ودوافع اللعيبة والجهاز الفني إصرارهم واستكمالهم لبطولة الدوري كان عندهم إصرار ودوافع كبيرة جدا إن النادي الأهلي يفوز في هذه المباراة وكان عند اللعيبة حماس كبير لكن بعد انسحاب نادي الزمالك خلاص قلنا النتيجة أصبحت 2-0 فوز مهم جدا بغض النظر عن الثلاث نقاط لكن في مشوار الدوري مهم جدا بمعنى الفترة اللي فاتت شفنا مباريات كتيرة جدا ومضغوطة للعيب النادي الأهلي بعد نهاية الدوري الأفريقا وبطولة أفريقا بعد فوز النادي الأهلي بالترجي وإحنا السنادي النادي الأهلي لعب مباريات كتير عن كل الأندية المصرية وخاصة كمان نادي الزمالك اللي لعب السنادي في الدوري 20 مباراة وبنتكلم عن نادي الأهلي اللاعب 18 مباراة قبل مباراة اليوم يعني تخيل الفارق ماتشين بين الأهلي والزمالك ده كلام علشان الناس اللي بتتكلم كتير وتقول المؤجلات والنادي الأهلي بتأجله والنادي الأهلي الناس بتدلعه لا تعال اشوف جدوى للمسابقة لما تتكلم النهاردة تقول نادي الزمالك لعب 20 مباراة وهو كان بلعب في الكونفدرالية وصل للفاينال والنادي الأهلي الأسر النهاية دوري الأبطال لعب 18 مباراة يعني بتتكلم في ماتشين طب الفارق في ايه؟ الفارق لما تشوف النادي الأهلي في بداية الموسب لعب السوبر الأفريقي كان في الملاكة العربية السعودية لعب الدوري الأفريقي سافر لسنبا وسافر جنوب أفريقيا وأربع مباراة يعني بتتكلم عن خمس مباراة دلوقتي فارق ما بين الأهلي والزمالك لما تشوف السوبر المصري ماتشين لما تشوف كأس العالم اللي أندية ثلاث مباريات فبتتكلم في عشر مباريات فارق ما بين الأهلي والزمالك وكمان مباريات أو بطولات كلها سفريات تطلع على المملكة العربية السعودية تطلع على تنزانيا تطلع على الإمارات عشان السوبر المصري تطلع على جنوب أفريقيا عشان الدور الأفريقي تطلع مرة تانية على السعودية علشان كأس العالم الأندية والنادي الأهلي ما بيشتكيش النادي الأهلي الناس ما بتتكلمش ومحترمة جدول اللي بيحطوا السادة أعضاء مجلس الرابطة المسؤولين عن المسابقة وكمان أكبر عدد من لعب النادي الأهلي في منتخبات مصر سواء المنتخب الأولمبي أو المنتخب الأول بتشوفوا الكابتن حسام حسن بتشوفوا الكابتن حسام حسن بياخد في بطولة ودية وقيمتنا في السادة العاصمة الإدارية عشر لعبة من النادي الأهلي والنادي الأهلي ما بيتكلمش بالرغم إن حصل تنصيق ما بين الجهاز الفني هنا والجهاز الفني هنا علشان اللعبة تريح لكن الراجل استغل كل اللعبة وبنشوف إصابات والنادي الأهلي ما بيتكلمش وبيحترم كل الكارات أنا بوريكوا شوفوا مدى الضغط اللي متعرض ليه النادي الأهلي لا مش مستنادي ده انت بتتكلم فاربع خمس سنين فاتوا بتتكلم فاربع خمس سنين فاتوا لعبت النادي الأهلي والجهاز الفني بالشكل ده وبالضغط ده وفيه ضغط كبير النادي الأهلي لازم يفوز بكل البطولات ان دي عادة النادي الأهلي والناس سكتة والناس ما بتتكلمش والناس ملتزمة بالجدول اللي بيتحط اللي فيه ضغط كبير جدا من المتشوات